أعظم أسباب انشراح الصدر انشراح الصدر مطلب عظيم ومقصد جليل من الله سبحانه به على عبده فشرح له صدره ويسر له أمره وبه تتحقق مصالح العبد الدينية والدنيوية وأما إذا ضاق الصد فإن أغلب مصالح العبد تتعطل فلا قدرة له على عمل ومن شرح الله صدره أعانه على تحقيق غاياته ونيل مقاصده وهذه أهم عشرة أسباب لانشراح الصدر أولا أعظم أسباب انشراح الصدر توحيد الله تعالى وعلى حسب كماله وقوته وزيادته يكون انشراح الصدر وذلك بتحقيق تعظيم الله في القلب فقال تعالى أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه ثانيا نور الإيمان الذي يقذفه الله في قلب العبد فبه ينشرح الصدر ويتسع وإذا فقد هذا النور من قلب العبد ضاق وحرج وصار في أضيق سجن فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل النور القلب فسح وانشرح فقالوا وما علامة ذلك يا رسول الله قال الإنابة إلى دار الخلود والتجافي عن دار الغرور والاستعداد للموت قبل نزوله فيصيب العبد من انشراح صدره بحسب نصيبه من هذا النور ثالثا العلم فالعلم يوسع الصدر ويشرحه والجهل يورثه الضيق والضلال وكلما زاد علمك والتسع إن شرح صدرك والتسع فالعلم النافع أشرح للصدر وأحسن للأخلاق وأوسع للقلب رابعا الإنابة إلى الله سبحانه وتعالى ودوام ذكره وتحقيق المحبة في القلب والإقبال عليه فلا شيء أشرح لصدر العبد من ذلك فكلما كانت المحبة أقوى وأشد كان الصدر أفسح وأشرح ومن أعظم أسباب ضيق الصدر الإعراض عن الله تعالى وتعلق القلب بغيره والغفلة عن ذكره فإن من أحب شيئا غير الله عذب به وسجن قلبه في محبة ذلك الغير فهما محبتان محبة هي جنة الدنيا وسرور النفس ولذة القلب ونعيم الروح وغذاؤها وهي محبة الله وحده بكل القلب وانجذاب الإرادة إليه والمحبة كلها إليه ومحبة هي عذاب الروح وغم النفس وسجن القلب وضيق الصدر وهي سبب الألم والعناء وهي محبة ما سواه سبحانه خامسا دوام ذكره على كل حال وفي كل موطن فلذكر الله تأثير عجيب في انشراح الصدر ونعيم القلب وللغفلة تأثير عجيب في ضيقه وحبسه وعذابه أيضا فقال الله تعالى ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك سادسا الإحسان إلى الخلق ونفعهم بأنواع الإحسان فإن الكريم المحسن أشرح الناس صدرا وأطيبهم نفسا وأنعمهم قلبا والبخيل الذي ليس فيه إحسان أضيق الناس صدرا وأنكدهم عيشا وأعظمهم هم فقال الله تعالى وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين والإحسان سبب لانشراح صدر المؤمن المتصدق وانفساح قلبه سابعا الشجاع فإن الشجاع منشرح الصدر متسع القلب والجبان أضيق الناس صدرا وأحصرهم قلبا لا سرور ولا نعيم له وأما سرور الروح ولذتها ونعيمها وابتهاجها فمحروم منه كل جبان معرض عن الله سبحانه وغافل عن ذكره متعلق القلب بغيره وإن هذا النعيم والسرور يصير في القبر رياضا وجنة وذلك الضيق والحصر ينقلب في القبر عذابا وسجنا ثامنا سلامة الصدر وصفاؤه وإخراج القلب من الصفات المذمومة مثل الضغينة فهي توجب الضيق والعذاب وتحول بينه وبين انشراح الصدر فإن الإنسان إذا فعل الأسباب التي تشرح صدره ولم يخرج تلك الأوصاف المذمومة من قلبه لم يحظى بانشراح صدره فالواجب الحرص على ترك الأوصاف المذمومة حتى ينشرح الصدر وتجلب الراحة والسعادة تاسعا ترك فضول النظر والكلام والاستماع والمخالطة والأكل فإن هذه الفضول تضيق القلب وتحبسه ويعذب بها وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني فغالب عذاب الدنيا والآخرة منها فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كان أكمل الخلق في كل صفة يحصل بها انشراح الصدر واتساع القلب وحياة الروح وأكمل الخلق متابعة له صلى الله عليه وسلم أكملهم انشراحا ولذة وقرة عين وعلى حسب متابعته ينال العبد من انشراح صدره وقرة عينه ولذة روحه ما ينال ترجمة نانسي قنقر